السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والبداية بأبرز العنوين موقع المصدر أونلاين من أماكن مجهولة زعيماء القاعدة والحوثيين في مهمة تفسير القرآن خلال رمضان وموقع ألمانية تحدثوا عن فتاة يمانية زوجها والدها لمحكوم بالإعدام وصين تجرب لقاح لفيروس كورونا على أهالي قرية فقيرة في باكستان أصدرت السلطات المحلية في كل من أبيان وشبوى وحضر موت والمهرى بيانات رسمية رداً على بيان الانتقالي الأخير الذي أعلن فيه حالة الطوارئ والحكم الذاتي وجميع هذه المحافظات رفضت كل ما أقدم عليه الانتقالي ووفقاً لموقع عدن الغد فقد اعتبرت السلطة المحلية في محافظة حضر موت ما جرى خرقاً للشرعية واتفاق الرياض وعملاً غير مسؤول أما في أبيان أكادت قيادة السلطة المحلية رفضها المطلق لبيان المجلس الانتقالي الذي يعد انقلاباً على اتفاقية الرياض وشرعية دستورية أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرى برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرة أيضاً عبرت أو اعتبرت بيان ما يسمى بالانتقالي انقلاباً على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض مواقف أو موقف السلطات في شبوى جاء أيضا بنفس المواقف الرافضة لما يقوم به الانتقالي وأعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوى رفضها جملة وتفصيلة لما جاء في بيان ما يسمى المجلس الانتقالي مشيرة إلى أن الانتقالي فصيل سياسي ولا يمكن أن يكون بديلا للدولة وليس وصيا على الجنوب بعد أن رفضت المحافظات الجنوبية ما أعلنه الانتقالي جاء الرفض الشعبي من عدن حيث مقر المجلس الانتقالي وحيث تتركز الميليشيا الموالية له وعنون موقع عدن نيوز في أول ردة فعل أبناء عدن يخرجون في مسيرات احتجاجية رافضة لميليشيات الإمارات ويهتفون ضد الانتقالي وقال الموقع أن المحتجين واصلوا مسيراتهم الغاضبة جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن وذلك في أول ردة فعل للشارع العدن عقب إعلان الانتقالي حالة الطوارئ في عدن قالت مصادر محلية أن المحتجين قطعوا الشوارع في مديريات كريتر والتواهي والمعلى وخور مكسر والشيخ عثمان وأكد شهود عيان لعدن نيوز أكدوا أن المحتجين هتفوا بشعارات ضد الانتقالي بعد إعلان بيان التمرد المدعوم من الإمارات وأضافت المصادر أن ميليشيات الحزام الأملي حاولت منعهم ونتج عن ذلك طرد أكثر من عشر نقاط تابعة للحزام من شوارع عدن منها نقطة جولة النصر بالعريش ونقطة جولة الرحاب ونقطة تقاطع شارع المطار عدن التي يصعب شرحها تحت هذا العنوان كتب محمد سالم بارماد ما قاله المنشور في عدن الغد مضيفا هذه الفوضى تتفاقم كل يوم بسقوط قتلى وإصرار ميليشيات الانتقال على عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مدينة الرياض هذا الوضع قد يجعل البلد ينزلق إلى متاهات خطيرة لا سيما أن المواطنين في هذه المدينة أصبحوا أكثر إحباطا واكتئابا بسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في حياتهم ففي الوقت الذي تنعم فيه أغلب المناطق المحررة من الميليشيات الانقلابية الحوثية بالأمن والأمان تشتهر البعض الآخر من المدن اليمنية المحررة بارتفاع نسبة جرائم العنف والقتل والفساد من قبل الميليشيات التي تسيطر عليها مدينة عدن العاصمة المؤقتة لكل أبناء اليمن ازداد فيها معدل القتل والاغتيال خلال الفترة القليلة الماضية وانتشرت الجرائم المختلفة مثل السرقة والسطو على الأراضي بنسبة كبيرة وأصبحت عدن مدينة الموت التي لا مكان فيها للفرحة بسبب فشل ميليشيات المجلس الانتقالي في الحد من هذه الجرائم العنيفة عدن التي مزق بقاياها بشعاراتهم الحاقدة البلها التي تباع وتشترى بحفنة ريالات إنه زمن لم تعد فيه مدينة عدن الموطن والهوية والانتماء حيث تحولت مدينة عدن لأداة تخدم أهواء البعض الخبيثة ويمارس فيها هواية القتل العلاج يقع على عاتق الجميع أولا وأخيرا ويتمثل ببساطة في الاستجابة الفورية لتطبيق اتفاق الرياض بكل بنوده ووحدة الصف والكلمة للجميع من أجل إخراج مدينة عدن مما هي فيه وكذا تحجيم الخارج مقابل الارتكاز على الداخل والخروج من المناطقية إلى رحاب الوطنية والتخلص من الانتماءات الخارجية والاعتماد على القرار الوطني مع أول يوم من شهر رمضان في اليمن وعلى وقع الأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية لليمنيين بسبب الحرب المستمرة والمتداخلة أطل زعيمة جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في محاضرات رمضانية لتفسير القرآن الكريم والحث على الاستغلال الأمثل للشهر الكريم وعنون موقع المصدر أونلاين من أماكن مجهولة زعيمة القاعدة والحوثيين في مهمة تفسير القرآن خلال رمضان يظهر زعيمة الجماعتين في سلسلة محاضرات فيديو مسجلة بهيئة أنيقة وعليهما تبدو آثار النعيم ورغد العيش ويشتركان في العناية بأدق التفاصيل في مظهرهما لكل منهما خاتم من العقيق في الأصبع الصغرى لليد اليمنى وجنبيا ذات ثمن باهض وتسريحة شعر لامعة ويتحدثا لأتباعهما عن الجهاد والتقوى والتضحية في سبيل الله والتزام وسائل التربية الإيمانية والروحية درج عبد الملك الحوثي على إلقاء محاضرات دينية في رمضان يتحدث فيها عن شرح لآيات من القرآن ويربطها بواقع جماعته وخصومه المحليين والخارجيين وينطلق من اعتقاد سبقه إليه أخوه المؤسس حسين الحوثي بأن القرآن يمكن لأي أحد أن يفسره حسب فهمه وواقعه بدأ الحوثي في محاضرة له بثها تلفزيون المسيرة التابع لجماعته بتفسير آيات من صورة فاطر بدأ بمقدمة الحمد والثنى والصلاة على النبي وآله تماما كما فعل باطرفي في مقدمته التي بثتها مؤسسة الملاحمة التابعة للتنظيم وبذات القدر من إبداء الوقار المصطنع في ضرورة تحرير الدين من كهنوت الوصاية تحت هذا العنوان كتب أسامة أبو أرشيد مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء من المقال في الحقبة الإغريقية قتل الفيلسوف السقراط بتهمة إفساد عقول شباب أثناء ونصبت الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى في أوروبا نفسها حكما على السلطتين الروحية والزمانية وبطشت وقتلت كل من خلفها سواء لناحية الإصلاح الديني أم لناحية المعطيات العلمية وعلى الرغم من أن المسلمين لم يصدوا إلى ربع معشار ما اقترفته الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في القرون الوسطى إلا أن تاريخنا لم يكن منزها من محاكمة الناس بناء على معتقداتهم ومذاهبهم وفلسفاتهم قتل الأديب والفيلسوف بن المقفع ضحية لخلاف سياسي ولكن الأمر تم تغذيفه بتهمة الزندقة وتعرض فلاسفة وعلماء مبدعون كثيرون من المسلمين في الطب والفلك والرياضيات والأدب إلى آخره إلى التشويه والبطش بذرائع كثيرة كالكفر والزندقة والابتداع ومنهم ابن سيناء وابن النديم وابن الهيثم والفربي والجاحظ وعباس بن فرناس ولم يسلم علماء وأئمة كبار من ذلك أيضا كمالك وأبي حنيفة وابن حنبل والبخاري وابن تيمية وابن القيم لم تكن السلطة هي سلاح البطش والترهيب دائما بل كان ثمت سلاح آخر أكثر فتكا وهو تحريض العامة والغوغة على بعض المستهدفين من العلماء ومنهم الإمام البخاري نفسه إذا أردنا أن نؤسس لنهضة حضارية جديدة فإن واحدا من الشروط المركزية لتحقيق ذلك وتأمين مناخات من الحرية والتفاعل والتلاقح بين الأفكار وهو ما يتطلب نقضا لعقلية الإقصاء والإرهاب باسم الدين عندما كانت هند في الثالثة من عمرها دخل والدها السجن وبقي بعيدا عنها وعندما بلغت الطفلة الثاني عشرة من عمرها تفاجأت أن والدها السجين بقضية جنائية قد زوجها على سجين آخر محكوم عليه بالإعدام تفاجأت الطفلة وبدأت والدتها رحلة الهروب من هذا العقد وذهبت إلى المحكمة وقد أصبحت قضية الطفلة حديث الإعلام ويقول عنها موقع ألماني زواج الصغيرات باليمن حين تخلصت هند من زواج يواجه أو من زوج يواجه الإعدام يقول موقع الديدفاليو بابتسامة المنتصرات واصل اليمنية هند حياتها وتستقبل زائريها بعد أن نجحت والدتها باستثار حكم قضائي ألغى عقد قران أبرمه والدها في السجن أثناء زيارة هند لأبيها السجين منذ شهور تفاجأت به يخبرها أن عليها الاستعداد للزواج برجل يقبع إلى جانبه في نفس السجن وهو ثلاثيني العمر صدر ضده حكم بالإعدام تعزيرا بعد أن أدنت المحكمة بالتبرط في تهريب وحيازة الحاشيش المخدر ووفقا لما ترويه والدة هند لديدفاليو عربية فإن ابنتها صابرين عقد والدها قرانها بسجين من السجن نفسه وتسبب زواجها بمضاعفات صحية وحصلت على الطلاق مؤخرا هناك أيضا وفقا للأم وداد الأخت الأكبر لهند وصابرين باتت أما لطفلين وعقد والدها قرانها في السجن قبل بلوغها سن الثمانية عشر عاما الغريب أن هند علمت بالزواج من رسالة اس ام اس أرسلها الرجل المحكوم بالإعدام وهو يخبرها أنه سيتم أخذها غصبا إذا لم تذهب إليه خلال أسبوع وعادة ما يتاح للسجناء اللقاء بزوجاتهم مرة في الأسبوع داخل السجن في الوقت الذي تواجه دول العالم فيروس كورونا وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية تعيش اليمن وضعا مختلفا حيث أنها لا تزال في مواجهة مع مرض اختفى منذ زمن لكنه عاود الظهور في بلد يشهد حروبا مختلفة وعنونت صحيفة القدس العربي أطباء بلا حدود تحذر من خطر انتشار الملاريا في اليمن وقالت الصحيفة أن منظمة أطباء بلا حدود الدولية حذرت من زيادة خطر انتشار الملاريا في اليمن مع موسم الأمطار وأوضحت المنظمة أنه مع بدء موسم الأمطار يزداد خطر الإصابة بالملاريا في اليمن في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد حاليا لمواجهة انتشار محتمل لكوفيد-19 فإن النظمة الصحية الأخرى بحاجة إلى الاستمرار في العمل وإلا فمن المتوقع أن ترتفع الوفيات بسبب أمراض أخرى مثل الملاريا وأشارت المنظمة إلى أنها عالجت 13.093 حالة إصابة بالملاريا في عدد من المحافظات اليمنية في عام 2019 ومنذ أسابيع يشهد اليمن أمطار غزيرة في عدة محافظات تسببت باستغوط عشرات الضحايا بين وفيات ومصابين إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة هل يمكن أن يبدأ الانهيار الذي يجربه كوفيد ربيعا عربيا آخر تحت هذا العنوان كتب ديفيد باتريكا روكس مقاله المترجم والمنشور في صحيفة الغد ويقول فيه قالوا لنا إننا سنفكر تباطنا بالشرق الأوسط وقالوا إن باراك أوباما كان سينقل التركيز إلى آسيا وأخيرا كان دونالد ترامب سيخرج الولايات المتحدة من هناك فكريا وسياسيا والأهم من ذلك كله عسكريا كنا سنضع هذه المناطق الأكثر إثارة للقلق والمتاعب وراءنا كان ذلك كما أكدوا لنا يوما جديدا لكنهم كانوا مخطئين اضطر أوباما للانجرار عائدا إلى المنطقة بدفع رغبته في إبرام صفقة نووية مع إيران وتحدث ترامب عن سياسة عزالية جيدة لكنه قام بعد ذلك بقصف قاسم سليماني بالمسيرات وقتله في بغداد ونحن الآن في خضم انهيار لأسعار النفط ناجم عن فيروس كورونا يجلس الشرق الأوسط في غرف معيشتنا مرة أخرى الآن يبدو أن الأوقات السيئة عادت إلى هنا مرة أخرى يوم الاثنين الماضي بلغ سعر النفط صفر دولار وبينما دمر فيروس كورونا الاقتصاد العالمي فقد دمر الطلب على النفط معه وليس هناك مكان سيكون فيه هذا الانهيار أكثر تدميرا مما في الشرق الأوسط مركز نفط العالم هو الخليج والمملكة العربية السعودية هي ملك منتجي النفط هناك وسوف يضربها وضع النفط الآن بشدة ومع انخفاض عائدات النفط سوف يتضخم العجز في هذه الدول ثمت شيء أكثر صلة أيضا هو مسألة القوى العاملة تعتمد جميع دول مجلس التعون الخليجي على العمالة الأجنبية بشكل كبير وبالنظر إلى الانكماش الاقتصادي الجديد فإن الكثير من هؤلاء الأشخاص سيغادرون على الأرجح في كل مكان ننظر فيه تتدخل الاقتصادات الغربية المتنوعة لدفع أجور العمال لإبقاء الأمور سائرة وتبقي بنوكها المركزية على اقتصاداتها الوطنية عائمة لكن دول الخليج لن تفعل مثل ذلك ثم هناك العاملون من المغتربين العرب الذين يرسلون التحويلات إلى أوطانهم سوف تجفه هذه التحويلات وستعاني اقتصادات بلدانهم الأصلية أيضا تقرير صادم نشرته صحيفة الغارديان البريطانية كشف فيه عن قيام الصين بإرسال شحنة من لقاح محتمل للفيروس إلى قرية فقيرة في باكستان لتجربه على عدد من المتطوعين من سكانها هناك أيضا تجربة أخرى حيث بدأ طبابة علماء في الجامعة دوكسفورد في حقن أول مجموعة من المتطوعين في أوروبا في لقاح محتمل تحت التجريب لفيروس كورونا ويقول كاتب التقرير أن هاتين التجربتين تشيران إلى اتجاهين مختلفين في تجريب اللقاح فبينما اختارت جامعة أكسفورد تجريب اللقاح في أوروبا وتؤكد الصحيفة أنه يوجد اتجاه متزايد من شركات الأدوية في أوروبا والولايات المتحدة والصين لتجريب العقاقير واللقاحات الجديدة على الفقراء في دول بعيدة ويقول الكاتب أنه في عام 2017 تم اختبار 90% من العقاقير التي وافقت عليها وكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية بصورة جزئية أو كاملة في الخارج ويضيف أن أسباب اختبار العقاقير في الدول الفقيرة ليس من الصعب التكهن بها ففي الدول الفقيرة تكون القواعد المنظمة لتجارب الدواء أقل صرامة والأطقم الطبية أقل تكلفة ويمكن العثور على أشخاص يوافقون على المشاركة في تجريب العقاقير بصورة أسهل ويقول الكاتب إنه في الهند على سبيل المثال تم تجريب أدوية على مرضى دون علمهم أنهم يتلقون الدواء في مرحلة الاختبار والتجريب ونجمعاً ذلك مضاعفات صحية للكثيرين كما توفي الكثيرون جراء هذه التجارب ننتقل إلى صحيفة صنداي تانج وتقرير يبتعد عن فيروس كورونا والتقرير لفليب شورويل مراسل الشؤون الأسيوية للصحيفة بعنوان تقارير عن وفاة أو احتضار كيم جونغ أون الطاغية المتوارع عن الأنظار ويقول الكاتب نصين أرسلت طاقماً من كبار الأطباء لعلاج رئيس كوريا الشمالية وسط تقارير متضاربة عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي منذ تواريه عن الأنظار منذ نحو أسبوعين ويقول الكاتب أن البحث التي أوفدت الصين لكوريا الشمالية يترأسها مسؤول بارز في الحزب الشيوعي ويضيف أن تقارير أخرى يعز مصدرها إلى مسؤولين بارزين في الحزب الشيوعي في الصين تقول إن كيم توفي بالفعل وأن الطاقم الطبي الصيني وصل بعد فوات الأوان لإنقاذ حياته ويرى الكاتب أنه كامل حال مع كل تقارير الواردة من البلد الذي يتبع الكتمان والسرية كسياسة يجب التعامل مع تقارير وفاة كيم بالحذر البالغ حتى يتم إصدار أي تأكيد رسمي اخترنا مجموعة من أبرز الصور التي تقتها مصورون صحفيون حول العالم خلال الأسبوع المنصر فيما يواصل الناس التعامل مع انتشار وباء كورونا العالمي وقد نشرت في موقع البي بي سي مجموعة من هذه الصور نشاهدها ساويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر بهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة وفي الختم تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ساقر الصنيدي وهي أيضا من جميع أفراد طاقة من عمل حتى الملتقى في أمان الله